بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين السلام عليكم إخواني أخواتي ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتكم التعليمية عالم الأميرات معكم المعلم زهير نتمنى بالله تكونوا بألف خير نتمنى الفيديو يلقاكم بكامل الصحة تكون جميع أحوالكم طيبة إن شاء الله نشكركم على الكمل هائل ديال تعليقات ديالكم وترحبكم بيا ربي جزيكم بكل خير وربي وفقكم جميع أعمالكم كما تشاهدوا معنا اليوم في الفيديو موديل جلاب سراندا نحتاجوا الخدمة ديالنا الحرير ديال القصبة كما تشوفوا على أربعة ديال الشعرات نبرمو على جوش شعرات بريم خفيف كما تشاهدوا أمامكم الفيديو ديال الطريقة للبريم اللي المعلمزوهير متوفر في القناة نحتاجوا لإيبر النمرة السبعة اللي نخدمو بيهم عادة الرندا على جوش شعرات كما تشوفوا هذه الهبطة ديال البياسة ديالنا يعني أضي تجير خدمة من الفوق تل تحت من بعد ما كنخليو العبار ديال الفتحة ديال العنق يعني ديال البياسة كان بنيو هنا يا الغراز أنا بنيت هنا يا أربعة ديال الغراز وهبط معهم في الخدمة ورجعت خدمة السطر يعني آخر ديال ندير الدقة ديال التوب ديال بتبعوا معايا بجتفهموا التقنية والطريقة بسم الله على بركاته الله أول حاجة غادي ندير الخيط الدائري لفوق في هذه الاتجاة وغادي نخدم الدقة تانية في التوب نفس العبار ونفس المسافة هذا سننقذ هذا العين الأولى ونأخذ هنا العين الثانية طريقة مختلفة على اللي خدمنا سابقا يعني في هذا الاخير هنتم يأتينا إلى شكل متلت يعني هذا الخيط ما نخليش مرخوف وما كنزيروش بزاف شتو كنخليه يعني بهذا الحجم كنكمل الخدمة ديالي عادي هدي نخدم يعني الغرزة الموالية كذلك الغرزة الاخيرة عندي نايا هدي ندير تقا ديالتو كما كنقول لكم دائما نجبدو التوب قبل ما تزيرو يعني الدقة في التوب او تخدموها باش ميجيكمش يعني مشرب التوب بالجهة الفوقانية عكس للتحت لان انا كنجبدوه بدينا متحكمين فيه شتم بعد ما كنخدم جوج غراز كنوصل لهذا الخيط هدي نعمر فيه الغرزة الاولى كذلك الغرزة تانية شتو كي تجيب ملاسقين يعني ما كنخليش دك العوينات بيناتهم كذلك الغرزة تالتة كما كتشوفو هدي نزيد الغرزة الرابعة هي اللي هدي نخلي العوينا ديالها بينا شتو كتبقى هي في الطرف يعني في الجانب شتو كبقى هي في الطرف يعني سنقوم بيناتهم هدي نقوم بيناتهم بيناتهم و هدي نخدم هنا هدي العوينا باول غرزة يعني غن نكون هنا هي السامبل ليجيني جنب الزواقاء ديالي المسوث بعد ما كنخدم هنا هدي الغرزة مباشرة كنقذ اللي هنا قبل الاخيرة نفس الشيء نقذ بالخيط بهذا الشكل نفس العبار نفس المسافة مع الخدمة السابقة نخدم هنا العوينة الغرزة الاخيرة عندي هنا الفوق نقوم بعمل الغرزة الأولى نقوم بعمل الغرزة الأولى و نصل إلى الخيط دائري لفوق نقوم بعمل الغرزة الأولى نقوم بعمل الغرزة الثانية والغرزة الثالثة نفس الشيء كما خدمنا هنا والغرزة الرابعة نقوم بعمل الغرزة سنقوم بعمل الغرزة الأخيرة و نقوم بعمل الغرزة و نقوم بعمل الغرزة الأولى والغرزة الثانية سنقوم بعمل الغرزة من هذه العوينة لذلك الخيط التي قمنا بعمل فضل سلسون بعمل الغرزة و نقوم بعمل الغرزة سوف نقوم بطقاء التوب سوف نقوم بساطر على نفس الشيء من الفيديو نقوم بطقة ثانية سوف نقوم بطقة هنا نقوم بطقة الخيطة بطقة في ارتفاع جهة التوب كما ترى ونقوم بطقة ثانية لكي نساوي الجهتين في عدد الطقات يعني من الجهتين نعمر هنا الغرزة الأولى ونعمر الغرزة الثانية لأننا نقزنا الغرزة فأنا نفتح الزواقة هنا كنعودها ضروري هنا وأنا نقوم بعتمد الغرزة فأنا نحن سأقوم بطقة ثقيقية وهذا وسأحصل فتبع جديد وسأقوم بطقة ثريقة ونقوم بطقة ثريقة نقوم بطقة ثريقة ستجعل العكس سوف نتجعل التقليق سأقوم بطقة ثريقة في صنع القطار نفعل الغرزة الأولى سأخدام الغرزة الثانية هنا نتوقف وينبغ المباشرة من هنا والخيط الدائري نخذ هنا للمسك المشاكل وظيفة نفس الوقت شوفوا كيف نفعل الخيط نفعله في نفس الشكل المقابل دياله ونزيار دابة الغرزة لا نجعله مرخوف بزاف لا نجعله مزيار لأنني هنا نعود دابة كما تشوفوا البداية تأتي مقلوبة تجاه الفوق سوف نفعل جوجة غرز في الثوب كما تشوفوا دقاء الأولى وزيت الخيط في الارتفاء لتعطي الشكل بالمثلات هنا بعد دقاء الثوب دقاء الأولى الغرزة الأولى الغرزة الثانية ثانية الغرزة الثالثة كما تشوفوا وهذه الغرزة الرابعة والآخرة نفس الشيء الذي كنا نعمره هنا نعمره هنا غير الاتجاه يعني تقلب الاتجاه معاكس الاتجاه الخط الأول الذي نعمره نعمره ونعمره الغرزة هنا نعمره ثوب ونعمره كما تشوفوا الغرزة الأولى كما تشوفوا هنا الغرزة هنا لا يمكننا أن ننهز هذه الغرزة مباشرة الغرزة يعني الأولى والثلاثة الغرزة التي يبقوا في جنبها يعني لا نعمره والغرزة الرابعة التي بدأت بها هنا نعمره الغرزة ونعمر الغرزة عادي نعمره ثوب ونعمره هنا نعمره نعمره الغرزة الأولى وهنا نعمره الغرزة كما تشوفوا ماذا يعني تبقى هنا في الجانب العوينة فوق منها نعمره نعمره ثلاثة الغرزة الغرزة ونعمره عند بعدياتهم كما تشوفوا بيع منزل الغرزة الغرزة الرابعة ما هم نعمره هنا آخر غرزة سأخذها ثلاثة الغرزة ونعمره الغرزة الغرزة مباشرة من هنا أول غرزة كما قلت لكم يعني عندي هنا بينها وبين ثلاثة لما يتخدموش كأن نخدك العوينة دائما وهذه نوقف بحركة يعني هذا الخيط كما تشوفو يعني هنعود كذلك هنا في الغرزة اللي كنت نقزت هنا كذلك هنعودوها هنا نفس الشيء دبا هذي نطلع كنخدم يعني الغرز عادي بجوجهم اللي بقاولي وهذه ندير الدقة ديالتوب هذي نهبط كنخدم الغرزة الأولى كذلك الغرزة الثانية هنا هنعمر جوج الغرز باش نكمل العدد ديالي باش بديت الخدمة يعني بديتها لاربعة الغرز كما كتشوفوه دبا خدمت معاكم يعني هذا الاتجاه وخدمنا تجاه المعاكس دبا هذي نكمل الخدمة ديالي نفس الديدرت هنا نكمل هنا يعني غذي ندير دابا الدقة الأولى يعني ديالتوب وغذي ندير كذلك الدقة الثانية مباشرة احداها اشتو؟ وهنا كننقزو هذي العين اللي نقزنا هنا هي اللي هنا بين هذي جوج الغرز اللي عمرنا يعني كننقزوها كناخدو هنا العين الثانية اللي فوق منها كننقزو الخيط ديالنا بغرزة وكننطلعو عادي كننقزو هذي جوج الغرز اللي يبقى لنا هنا كننقزو الدقة ديالتوب كننقزو هنا كننقزو هذي جوج الغرز كننقزو هنا للخيط كيف مدرت هنا هنعمر فيه ثلاثة الغرز سيأتي وملاسقين كما تشوفو اشتو؟ وقد نديرو الغرزة الرابعة هي اللي نخليو العوينة ديالها باينة كما كننقزو تفاتيجا يعني لمقابل لابا هنكمل الخدمة ديالي عادي كما خدمت معاكم هنا كما تشوفو متسبعين العوفية هذا هو الشكل النهائي للخدمة ديالنا ربحان للوقت وكما لا نزيدوش نطول الفيديو اكثر انا خدمت شوية لكي يبدأ لكم الشكل الزيجزاج ديالنا ديال الرندة المسوسة كيف يأتي في الاخير شيء جميل جدا كما نتمنى لكم تجربوها وتطبقوها يعني في اللباس لكم لا تنسوش الى عاجبكم الفيديو ودعموه بجيم وبالبرتاج فضلا وليس امران وتشجعونا بتعليقاتكم وبدعواتكم ودعمو القناة بالاشتراك كنتمنى الفكرة والفيديو ويكون الاعجاب لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله مع المعلم زهير وامال مميازة كما عودناكم دائما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا